يبصوا بقى حياة كريمة دي بالنسبة لي شيء مبهج ومبهر وعظيم كل ما تيجي سرته ببقى سعيدة نحن بنتكلم عنه أنا من أكتر الناس أظن كل الناس يعني دا عمى للفكرة والمبادرة والمؤسسة وللمشروع بشكل عام بس أنا فعلا من قلبي فرحان الناس اللي زي حالاتي أنتوا عارفين الجماعة اليساريين دول يعني هم إيه حياتهم كلها متعلقة بمسألة أهلنا اللي على قد الحال فلما بنلاقي مبادرة أو مشروع كبير يغير من حياة الغلابة نبقى احنا طيارين في السماء اللي هو خلاص كده الحمد لله يا رب احنا خلصنا كل النفسان نعمله في الدنيا مش أي مشكلة بعد كده كل المشاكل تتحل خلونا نرحب بضفطنا العزيزة نادا خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة زيك يا نادا أهلا بحضر منورانا عامل ايه كله تمام الحمد لله يعني ايه المبادرات والتنمية المتكاملة ده أولا وبعدين تحكي للحدود مبادرات والتنمية المتكاملة هو القطاع المختص بإطلاق كافة المبادرات تحت مظلة المشروع القومي حياة كريمة حلو وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتنمية المتكاملة نتكلم بالجزء الخاص بالتوعية والتعليم والتثقيف وكل ما ينبثق عنهم سواء الجزء الخاص بخدمة محاور المشروع القومي حياة كريمة أو من خلال إطلاق مبادرات بتخدم نفس الأهداف اللي حتما نسعى لتحقيقها سواء في جزء خاص بالتعليم أو التوعية أو التثقيف وانت رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في كل المؤسسة اه انا من المؤسسين لمؤسستها يا كريمة انا آسف ان انا اسأل بنت على سنة انت عادل كم سنة؟ واحد وثلاثين واحد وثلاثين ورئيس قطاع المبادرات انت عارف على أيامنا رئيس قطاع المبادرات لو كان في حاجة اسمها حياة كريمة على أيامنا كنت يعني يا زمان كان على الأقل هيبقى عنده واحد وخمسين بس مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة شبابية ولمظلت الشباب المتطوع في المشروع القومي حياة كريمة احنا قد نكون مؤسسة شابة تم إطلاقها في 2019 ولكننا الشباب اللي عرض المبادرة على السيد الرئيس وكان ولينا الفخر والشرف ان احنا نكون من المطلقين لإشارة البدء في المشروع القومي حياة كريمة وعلشان خاطر يبقى الموضوع أكثر إفادة فأصبحنا المظلة الرسمية للشباب المتطوع في المشروع القومي حياة كريمة بأكثر من 36 متطوع داخل قرى والنجوع المستهدفة في المشروع القومي